اشتركوا في القناة لمريض النحافة الجزء الأول إلقاء سعادة الدكتورة الرائعة دكتورة سهى هاشم عبدالجواد أستاذ مشارك تغذية إنسان وخصائي أول قذاء وتغذية بالمدينة المنورة ويشرفنا حضوركم جميعا وحضور رئيس مجلس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالجواد الدكتورة آخر 15 دقيقة إن شاء الله الأسئلة والاستفسارات تنويه بخصوص الشهادات سوف يتم إرسال رابط الشهادة بعد نهاية المحاضرة إن شاء الله لتسجيل البيانات ويتم إرسال الشهادة خلال أسبوع أو أقل على البريد الإلكتروني المسجل بالرابط مع العلم أن تكلفة رسوم الشهادة 50 ريال والشهادة مجانا إلى أعضاء الجمعية أما الغير أعضاء يتوجب إرسال الرسوم 50 ريال على حساب الراجحي الموجود على الإعلان والاحتفاظ بصورة التحويل وإرسالها على الإيميل الرسمي للجمعية إن شاء الله سأرسل لكم الإيميل الرسمي للجمعية والحساب الراجحي ورابط الشهادات آخر المحاضرة وحياك الله دكتور سوها شرفتين وشكرا لتعاونت دائما وشكرا لمعلوماتك الغيمة بارك الله فيك وفي علمك تتفضل يا دكتورة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بإحسان يوم الدين طبعا الشكر لله سبحانه وتعالى ثم لمعرفتي الرائعة بجمعية السكر السعودية الخيرية والتي يضم نخبة بالفعل الأطباء والمثقفين الصحيين الخاصين بمرض السكر وهذا اتجاه جميل ورائع منهم بعمل هذه الدورات والمحاضرات الفعالة لتوعية مرض السكر وحتى توعية المجتمعات بمرض السكر الشكر طبعا موصول لكل الأعضاء الشكر الموصول لساعدة دكتورة صفاء أستاذ عبد العزيز رئيس المجلس وأشكر لكم جميعا على رقيكم وعلى تعاملكم الراقي بالفعل وأنا يمكن من الدعوات الجميلة التي أتلقاها منهم بكل رقي وبكل ترحاب ومقدر أرفض لهم صراحة أي طلب بالفعل اليوم إن شاء الله بإذن الله سيكون محاضرتنا اللي هي الجزء الأول هو تغذية مريض السكر وحيكون الجزء الثاني إن شاء الله اللي هو يوم الأربعاء القادم بإذن الله في نفس الموعد اللي هو الرعاية الغذائية لمريض النحافة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أشكر جميع من حضر هذا اللقاء أشكر بالفعل كل من ساهم فيه نجاحه وإنجاحه إن شاء الله وبإذن الله حنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم مريض السكر أو مرض السكر كما معروف اللي هو ديابيتس مليتس اللي هو المصطلح الشائع معروف عنه اللي هو ديابيتس أو الناس اللي هم السكريين أو مرض السكر طبعا مرض السكر يعتبر من أمراض الشائعة هذه الأمراض اللي هي على مستوى العالم على مستوى العالم هنلاحظ أنه عد المصابين حوالي أكتر من 120 مليون شخص 120 مليون شخص وممكن يتوقعوا يزيد العدد يعني إلى 220 مليون شخص بنهاية 2020 السنة الرائعة الجميلة على قلوبنا طبعا تعريف السكر كما معروف هو ارتفاع في نسبة سكر الجيليكوز بالدم أعلى من المستوى الطبيعي اللي تراوح هذا الطبيعي من 80 إلى 120 ملي جرام لكل ألف ملي أو 100 دل سليتر الدم طبعا معروف أنه لما ارتفع السكر يعني مفروض الطبيعي يكون من 80 إلى 120 إذا انخفض في سامون خفاض في السكر وبرضو خطير إذا ارتفع عن 120 بعد الأكل يعتبر اللي هو ارتفاع خطير طبعا هي حالة تنتج من إيه؟ من عجزة البنكرياس عن إفراز هرمون الأنسولين هرمون الأنسولين أو أنه تفرز بكميات قليلة أو أنه الخلايا ما بتستجيب لهذا الهرمون طبعا المعدل انتجاره في السعودية بتصل لأكثر من دحين 25% من تعداد السكان مع معدل الأصاب بالسكر المعتمد على الأنسولين أيضا زاد الارتفاعات وخاصة ما بين اللي هما كبار السن أو بعد البلوغ كان معدل انتشار دار السكر غير المعتمد على الأنسولين في المناطق اللي بس تعتمد على المناطق اللي هو المتحضرة لكن الآن برضو ظهرت في المناطق اللي هي الأخرى طبعا بالنسبة للإنات تفوق اللي هو أربعة ونص تقريبا مقاطن بالذكور اللي هو ثلاثة وستة من عشرة والسمنة طبعا هي السبب الرئيسي والمباشر لانتشار مرض السكري خاصة في نقص النشاط الجسدي وأيضا قلة النشاط ما بين الأفراد طبعا ذكرت الآن اللي هو سبب اللي هو الإصاب بالسكري البنكرياس بفرز الأنسولين الأنسولين بيشيل السكر ويدخل إلى داخل الخلايا عشان تقيم بجميع من الأمامات الحيوية بالنسبة لها الباقي من الجليكوز طبعا يخزن في الجليكوجين كصورة الجليكوجين في الكبد وفي العضلات كمصدر ثانوي لإنتاج الطاقة واضح عندنا في السلايد أو الشريحة اللي هو إخراج اللي هو إدخال الجليكوز إلى داخل الخلايا وبالتالي الباقي منه يخزن في العضلات وفي الكبد في صورة جليكوجين إذا خفض أو يحتاج الجسم إلى مصدر ثانوي لإنتاج الطاقة فبيأخذ من الجليكوجين المخزن في الكبد وفي العضلات خاصة مثل القيام ببعض العمليات الرياضية وغيرها طبعا عندنا أنواع من السكر اللي هو السكر الأول تايب 1 وسكر الثاني تايب 2 عموما سواء كان السكر الأول في تايب 1 أو تايب 2 كلها الأنسلين دائما لمن أجي أشرح إيش وظيفته شايفين في السلايد اللي هو كمفتاح بالضبط زي المفتاح يفتح للخلية بواسطة مستقبلات فنعتبر المستقبلات الموجودة على الخلية هي اللي هي أماكن دخول هذا المفتاح وبالتالي الأنسلين هو بالضبط زي المفتاح مفتاح الباب أنا بر السكر وحتدخل إلى جوة الخلية اللي هي الغرفة فعشان يدخل السكر إلى جوة الخلية اللي هي الغرفة فلابد من وجود مفتاح هذا المفتاح هو بالضبط هو الأنسلين اللي بدخل السكر أو الجيريكوز إلى داخل الخلية بدون ويود هذا المفتاح لن يفتح هذا القفل وبالتالي هيبقى السكر إلى خارج الغرفة هيرتفع ارتفع 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 إلى يسبب أعراض الإصابة بمياض السكري طبعا في عوامل عديدة تزيد من خطر الإصابة بالسكر وهذه من ضمنها العمر أكبر من 45 وزن زايد بي ام اي أكثر من 25 أول ساوليها قريب وراثة طبعا ممكن في بعض العراق مصابين أكثر بالسكر قيلة النشاط البدني فرط ارتفاع ضغط الدم مرتبط ارتفاع مباشر بارتفاع السكر اللي هو أعلى من 90 إلى 140 ارتفاع الكوليستيرول في الدم تكون قيمه أعلى من 250 متلافذ المبيض اللي هو متعددة تكييسات أو تاريخ شخصي لأمراض أوعية دموية أو تاريخ شخصي لدى سيدات بيشمل ولاد الطفل أعلى من 4 ونص طبعا زي ما ذكرت سابقا السكر له أنواع فالنواع مرض السكر هي ثلاثة أنواع رئيسية سكري من النوع الأول وسكري من النوع الثاني وسكري الحمل وفيه برضو أنواع أخرى من السكر طبعا أسباب السكر عامل مناعي عامل مناعي رقم واحد لما طفل الصغير يصاب بالتهاب أي التهاب التهاب فيروسي بكتيريا هذه الالتهابات ما قدرة المناعة الطبيعية تحتويها فبالتالي تتكون هذه اللي هو بعض الأجسام المضادة لهذا الالتهاب وتكون أيضا مضادة لخلايا البنكرياس يعني تنتج خلايا مضادة لهذا الالتهاب ومن ضمنها خلايا مضادة للبنكرياس وبالتالي تبدأ الجرثومة هذه تعمل تحطيم لخلايا البنكرياس مؤدية إلى عدم إفراز الأنسولين فيه اللي هو عوامل الالتهابات وفيه يعني هذه اللي هالنظريات عديدة منها ممكن تكون فيروسات توصل للكبد عن طريقة الدم وبتسبب تدمير للبنكرياس وطبعا فيه الوراثة نسبة اللي هو أكتر من 50% من الناس المصابين بالسكر يكون راجع لصابة أب أو أم أو أجداد بمرض السكر طبعا فيه بعض النواع السكر يكون فيه وجود مشكلة أو خلل في أعمال الغدل الصماء نتيجة للإصابة ببعض الأمراض وتؤدي إلى إصابة البنكرياس طبعا ذكرت السكر من النوع الأول اللي هو الأمراض الذاتية المناعية وتكلمت عنها بصورة مبسيطة أنه يبدأ يهاجم هذه الأجسام المضادة اللي هو خلايا بيتا والتي تنتج اللي هو البنكرياس وقلنا السكر من النوع الثاني دائما السكر الأول يظهر عادة في الأطفال ممكن يظهر في أي مرحل من مراحل العمر أول كان دائما يقول الأطفال لكن الآن سواء كان طفولة مبكرة أو متقدمة أو متوسطة أو حتى في بداية المراهقة والبالغين ممكن يصاب بالسكر من النوع الأول السكر من النوع الأول هو المعتمد على الأنسولين يعني لا بد أن أخذ هرمون الأنسولين لا بد أن أخذ هرمون الأنسولين أما السكر من النوع الثاني ممكن يصيب الناس من بين 90% و 95% من إجمال الناس المصابين بمرض السكر يرتبط دائما بالسن بالسمنة بالتاريخة الوراثة أيضا للعائلة ممكن 80% من مرض السكر يعانوا دائما من زيادة في الوزن فلازم نحط في بياننا أو اعتبارنا أن الناس المصابين بزيادة في الوزن وده حين أقول لكم السبب ليش يكونوا عادة المصابين بمرض السكر اللي يصير لهم ما يسمى بمقاومة الخلايا للأنسولين يعني الخلايا غير متقبلة الأنسولين وبالتالي تظهر عليهم حالة اللي هي ما تسمى بالسكري اللي معتمد على حساسية الخلايا للأنسولين وبالتالي هنلاحظ أنه في هذه الحالة ممكن يعني قراءة دراسة أنه أكثر من 80% من الناس اللي عندهم سكر أو ارتفاع في ضغط الدم لو قدروا يخفضوا وزنهم لو قدروا يخفضوا وزنهم إلى 10-20 كيلو يقدروا يحاولوا أن يحافظوا على الإصابة بعض هذه الأمراض وخاصة المرض السكري ومرض ضغط الدم طبعا الأسباب الرئيسية لارتفاع الحاد بالسكر اللي هو السمنة قلنا نشاط البدني وهذا ضروري يعني من أهم العوامل التي تسبب لازم نحط ونقول الضروري ضروري لأنه ننظر لهذه العاملين بنظرة يعني واسعة المدى بمعنى إيه؟ أنه السمنة لها علاقة بصابة بمناطر خاصة الأمراض المزمنة زي السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الدهون قلة النشاط البدني أيضا تؤثر 30 مباشرة على أصابة بمرض السكر فالتغييرات في أنواع الأطعمة الأغذية الشائعة الأمراض اللي هو الجنفود الفاستفود الأغذية المجهزة خارجيا السكريات كلها تؤدي لصابة هذا المرض طيب إيش علاقة السمنة بالسكري؟ السمنة والسكري ارتباط نمشي زي ما نقول في طريق يعني ماشي مع بعض زي بالضبط لو نقول ماشي في طريق وطريق فالسمنة والسكري يمشوا في نفس الطريق متوازيين بحيث ارتفع زاد السمنة ارتفع الإصابة بمرض السكري والعكس صحيح إذا انخفضت السمنة انخفض أيضا الإصابة بمرض السكري ليش؟ لأنه خلايا الدهنية هي خلية قلنا حجمها وقطرها وتعدادها واضح لما تزيد السمنة أو يزيد الإنسان في الوزن تبدأ هذه الخلية تتضاعف ولما تتضاعف ما تتضاعف لن يكبر حجمها فلما تكون حجمها صغير بالضبط هذا ويصير حجمها كبير يصير عدل المستقبلات الموجودة على الخلية يقل وبالتالي تصير زيادة في عملية زيادة حساسية الخلايا ضد الأنسولين فيه سكر يسمى بسكر الحملة اخذنا السكر الأول قلنا هو السكر المرتبط دائما بالوراثة أو بيصات أمراض ممكن تكون فيروسات أو بكتيريا سبب الأجسام المضادة لمهاجمة البنكرياس أو ممكن تكون فيروسات تؤثر على البنكرياس مباشرة وخاصة في السن الصغيرة أول كان اعتقاد فقط أن الوراثة لها دور ويصيب فقط الأطفال وهو معتمد تماما على أنسولين سموا تايب 1 و تايب 2 وسكر الحملة وسكر الغدد الدرقية بسبب اللي هي أسبابها فالسكر تايب 1 أو النوع الأول هو معتمد على الأنسولين معتمد على الأنسولين وبالتالي علاجه أنسولين اللي هو هرمون الأبقار اللي بيأخذون من الأبقار سواء كان معكر أو سواء كان صافي ويأخذ جرعات محددة لأن الأنسولين أولا ما هو موجود في الجسم فبالتالي لا بد من حصوله لا قدر الله ما خد الأنسولين قد يؤدي ذلك إلى الوفاة تمام السكر الثاني اللي هو السكر اللي هو غير معتمد على الأنسولين رياضة الخفض في الوزن وأيضا بعض العقاقير زي القلوكوفاج وغيرها اللي بتخفض مستوى الجلوكوز في الدم وبالتالي تقلل من ارتفاع السكر في الدم في سكر الحمل بأنه هرمونات المشهيمة تبدأ هي تفرز الهرمونات وهذه تعتبر فرازاتها ساعات تكون مقامة الأنسولين وخاصة ستة شهور تسعة شهور الحمل اللي هي في الشهور الأخيرا من الحمل وتعمل عكس الأنسولين فعشان كده المرأة اللي تكون لا قدر الله أصيبت بالسكر في الحمل مرة يكون عندها خطر كبير إنه تصاب بالسكر في المرة الثانية المرأة اللي تكون أنجب الطفل فوق الأربعة كيلو برضو معرض للإصابة ببنط أيضا السكر ممكن أي سيدة حامل أو غير حامل ممكن تكون نوزل ما تركم النسبة في أصابة السيدات طبعا أكبر من الذكور ولله في خلقه شؤون طبعا الحليم فوق 25 سنة إذا كان فيه تاريخ عائلي ماما جدة بابا هذه كلها أو شخصي والوزن الزايد الوزن الزايد طبعا فيه علاقة قالوها وذكرت بعض الدراسات اللي هو الناس إلا دائما يكون عندهم معزية الوزن يكون عندهم زي نقول سواد عند على الرقبة وهذا يقوله أو مؤشر مؤشر لأنه الإنسان يكون قد يصيب به السمنة لأن هذا يقولك تبين مدى زيادة حساسية الخلايا للاستجابة الأنسورية نوعينه تمام هنا بعض في الجدول دا يوضح لنا قياس تركيز الجيريكوز بالدم قبل الأكل وبعد الأكل والجيريكوز الليلي والHPA1C طبعا الHPA1C اللي هو السكر التراكمي سوها إيش هو السكر التراكمي السكر التراكمي هو عبارة عن ارتباط الجيريكوز بالهيموغلوبين جوة خلية الدم الحمرة هذه خلية الدم الحمرة السكر ارتبط بخلايا الدم الحمرة جوتها تركيز الجيريكوز جوة خلية الدم الحمرة هذا يسمى بالسكر التراكمي ليش سموه تراكمي لأنه لمدة ثلاثة شهور طب ليه يسوها ثلاثة شهور عشان مدة بقاء خلية دم الحمرة عمرها في جسم الإنسان ثلاثة شهور فأنا برضو أخذ السكر الثراثم عشان أعرف كيف كان سكري خلال ثات الشهر الماضية فالضروري أنه نعرف اللي هو السكر الثراثم لأنه هو دا المؤشر على إنه مصيب بالسكر أو لا ارتفاع السكر في الدم؟ إيش؟ متى يصير ارتفاع السكر في الدم؟ متى أقول أنه وصابه السكر؟ إذا ارتفع هنقول نحن في طبيعة 120 بعد الوجبة ممكن يصير 130, 140, 150 ما في خوف بعد الساعتين ابدأ ينزل إذا مرست رياض النشاط حينزل بسرعة أكثر من 240 ميلي جرام لكل ديسلتر دم طبعا لا قدر الله عرفت أنه عندي سكر في ناس كثيرة بتجيهم أعرض السكر وأبدا يعني في السليم في أحد من القرائب القرباء عندنا أو القارب سكره كان 450 وفجأة جابوا جهاز السكر هو ما عنده أي أعراض هو صحيح بس إنه يعطوش روحة والد أو الحمام الله عزكم جابوا كده بيلعبوا بجهاز السكر ويجربوه يلا يا جماعة خذوا واحد 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 سكر كل واحد يأخذ العين فجأة هو ما عنده ولا مريض سكر ولا غيره قاس السكر لا 450 450 هذا يعني لا قدر الله شوية كمان تصير في عملية إغماء الإنسان كيف يعرض أنه عنده عرض سكر هو طبيعي ما عنده أي مشكلة يعطوش كثير يتبول بكميات كبيرة الله عزكم يفقد الشهية أو ينخفض وزنه مرة كثير أو يرتفع مرة وزنه كثير وعادة مريض السكر البول الله عزكم له رائحة مميزة وكمان رائحة نفسه رائحة فمه لها رائحة مميزة اللي هي زي رائحة الأنسولين أو رائحة الأسيتون اللي هي مزيل الأضافير طبعاً لا قدر الله يرتفع السكر فيبدأ يروح للطبيب يحاول يخفض له السكر قد ما يقدر زي اللي هو انخفض السكر لما انخفض السكر هيحاول الطبيب أنه يرفع له السكر بأنه يعطي له جرار دكسترين أو جليكوز اللي هو الجيركوز اللي بناخده في الإسعاف أتكلمت عن السكر التراكمي وقلت لكم هذي جدول تحويل قراءة السكر في حالة اللي هو المرتفع دائما تجيني أسئلة في تويتر دكتورة طب أنا سكري خمسة أنا سكري ستة لا أنا سكري سبعة هل هو خطير هل مو خطير مثقفين سكر أو مثقفين صحيين أو ذكاترا أو أخصائيين أو غير شي لا تعتمد فقط على القراءة الأولى في عدة تحاليل كثيرة ممكن نسويها من ضمنها حساسية الأنسولين ممكن اللي هي السكر صائم سكر بعد الأكل سكر التراكمي حتى مع وجود الأعراض مع وجود الأعراض عشان أقدر أحدد هل أنت بريض سكر أو غيره هذا طبعا الجدول اللي هو يوضح قياس السكر الطبيعي متى يكون طبيعي من أربعة لخمسة وسبعة في المئة الآن تصارت لخمسة حتى حدود خمسة يقول لك إنها انتبه ترى أنت في البوردن لاين أو الحدود اللي هي تخوف شوية معرض للسكر خمسة وسبعة ونصاب بالسكر بستة وأربعة إلى معرفق طبعا الفرق ما بين العراض وارتفاع السكر مرة مختلفة لكن الانخفاض خطير زي الارتفاع ما هو خطير لكن الانخفاض في حالة الإنسان ونصاب بالسكر وانخفض عنده السكر فهو يعرف تماما أنه انخفض هيكون عنده عدم تركيز عنده تعرق عنده جوع شديد عنده سرات انفعال عنده نوم عميق وصداعه وفي بعض الناس ترى ما يلحقوهم يعني يصير عنده من اخفاض السكر لا قدر الله وغيبه بالسكر وبالتالي قد ممكن يموت بسبب جرعة بسيطة من المويا والسكر أو جرعة بسيطة من مويا عسل أو جرعة بسيطة من أي محليات عشان ترفع السكر طبعا مضاعفات مرض السكر مره مضاعفات كثيرة ما بغير أخوفكم لكن الآن أنا أقول دايما إنه مريض السكر هو طبيب نفسه مريض الضغط هو طبيب نفسه مريض القلب والأوعدة دموية هي أيضا يعني طبيب نفسه لما نقول طبيب نفسه هو بالفعل طبيب ليه؟ لأنه يعرف متى يرتفع متى ينخفض وهذا يشوفه حتى نحنا في أمهاتنا الكبار في السن اللي ممكن يكونوا أميين أو حتى ما يعرفوا يعني إيش ارتفع قديش يبدوا يتحلموا على الجهاز ويبدوا يعرفوا كيف يقروا السكر ويعرفوا متى يرتفع ومتى ينخفض والوالدة يمكن الله يحفظها من يعني إحدى الناس المصابين بالسكر لكن هي ما شاء الله قدرة تعمله يعني سر يعني under control أو تحت التحكم هذه الفترة مضاعفات مرض السكر مرة كثير ونحنا نعرفها لا قدر الله الغرغرينا اعتلال في عصاب العين اعتلال الجهاز العصبي السكر يلعب على كله يلعب على قلب يلعب على العصاب يلعب على جلد يلعب على دورة دموية يلعب حتى على دهون الدم والكوليستيرول ولو أيضا تأثيرات نفسية واجتماعية وخاصة الناس اللي هم مصابين بالسكر أنا سيدة أقول لكم نوع من أمراض السكر أيضا والنوع من مرض السكر اللي هو السكر الكاذب اللي هو السكري اللي مرتبط ببعض الأمراض ومجرد تزول الأمراض يزول السكر زي لهو لقدر الله حدث انخفاض في هرمون الغدد الرقية أو كسل الغدد الرقية كسل مرة كبير يؤدي إلى الإصابة السكر مجرد تعالج الغدد الرقية انتهي السكر كذلك برضو في هرمون الغدد الكاذرية اللي هي من الكليتين برضو قد يؤدي تأثير مباشر على إصابة عرض السكر علاج مريض السكر زي ما قلت لكم مريض السكر هو طبيب نفسه حتى يعرف ماذا يأخذ الإبرة والجرعة فعلاجه جدا بسيط لو أنا اهتميت بحياتي كطور حياة أو نمط حياة أو تعديل سلوكي غذائي نومي ما أتعرض الإجهاد والزعل أو الضغوط النفسية وأيضا طريقة أكلي أربع أشياء أساسية في الحياة ونعيش نحن بصحة وسعادة وعافية يختلف علاج السكر من شخص لشخص لاحد يجي يقول أنا مريض سكر وأبغى دايت ما ينفع أنا أقول حتى في الإنسان السليم ما ينفع أسوي غروب واتساب غروب انستجرام غروب تيليجرام وأحض دايت يا جماعة كل حالة على حدة كل حالة على حدة بمعنى أني أعالج كل مريض السكر على طريقته وطبيعته كل واحد له طريقة أكل كل واحد له موعية أكل كل واحد له موعية أكل كل واحد له عادة أكل لو عادة أكل فتختلف أنا أحاول قد ما أقدر فيه العلاج أو استراتيجية العلاج أو طريقة العلاج أو سياسة العلاج إني أتبع النظام معين لكل شخص على حدة هذا رقم واحد رقم اتنين إنه أحاول قد ما أقدر إنه يريح الإنسان في الدايت حقه أو في النظام حقه عشان إذا حبه قدر يمشي فيه زي ما قلنا أغير في نمط الحياة تماما أزود الرياضة البدنية أخفض الوزن قد ما أقدر والبي ام آي طبعا أخفض الوزن قد ما أقدر وأجعل البي ام آي تكون على قلب ليش متوازنة عشان أزود من حساسية الخلايا تجاه الأنسانين طبعا كخصائي تغذية في شيء يسمون تغذية على جيل المرضى السكر وكل حالة على حدة ما حرجع أكررها نحن ما أنا أشخاص نتعامل مع غروبات لأنه حتى الغروبات هذه وإنه فعت فهي معليش أنا أقول يعني بيلعبوا على حياة الأشخاص طبعا ما نستطيع الجزء بين نظام غذائي وحده كفيل بضمان جودة حياة مرض السكر لابد أن أدخل المرضى الرياضة أقلل من الإجهاد والاسترس والتوترات وأيضا أزود ساعات النوم وزي ما قلنا على حسب السن والنوع وأيضا على حسب الحالة الصحية ساعات السكر ما يكون سكر لوحده ساعات السكر يكون ضمن مثلا أمرض قلب ممكن يكون مرض ضغط ممكن ارتفاع كوليسترول في الدم ممكن نقرس من أمراض كيلام وممكن أمراض كبد فالنظام الغذائي لمريض السكر ينصب على الهرم الغذائي الهرم الغذائي لمريض السكر هذا هو أعملولو كابتشر صوروا يعتمد على القاعدة اللي هي اللي هي الحبوب والكربوهايدرات المعقدة هتقولوا دكتورة طب كربوهايدرات فتربع السكر كربوهايدرات عن كربوهايدرات تفرق الحلة كربوهايدرات لكن يرفع السكر نحن الطبيعيين لو أكلت حبة حلاوة حينية قد كده كده ترفع لك السكر لو أكلت حلاوة شوكاراتة قد كده بيرفع لك السكر هذا الطبيعي فما بالمريض السكر لكن أخذ الكربوهايدرات المعقدة لتأخذ وقت طويل في عملية الحضم أوكي إلى جانب وجود الألياب فيها فيترفع السكر وحتكلم عنها الآن في اللي هي الموشرة الجليسيمي أو مؤشر الأغذية ذات الموشرة الجليسيمية الموشرة المطبط بارتفاع السكر بعد تناول وجبة يليها في القائمة اللي هي في الهرب الفروتس اللي هي الفواكه في الجهة المقابلة الفيجيتبول اللي هي الخضروات قبل النهاية اللي هي البروتينات أنواع اللي هي اللحوم البيض الأسماك الأجبان وجزء اللي هي الحليب ومنتجات الألبان فوق في القمة دائما في الهرب أنا أقول دائما تطني شو هذه القمة القمة نحن نبغي نوصل للقمة ونبغي نوصل لنكون في القمة لا بس في الهرم الغذائي دائما القمة هي المهملة ليش تحتوي على الزجود على الدهون على المحليات وتكون كميتها جدا بسيطة تكون كميتها جدا بسيطة الهرم طبعا هو وسيلة دائما في اختيار الأكل وزي ما شرحتها أنه دائما الدهون دائما في القمة وفي آخر شي اللي هي حتكون الكربوهيدرات عادة في القمة هنأخذ منها كميات مرة بسيطة ودائما تكون مضافات إلى الأغذية دائما تكون مضافات الدهون والزيهود دائما أضيفها للأكل لكن ما قدر أكلها كدهون بعد كده هنأجي نقول الألبان والأجبال والبروتينات نأخذ حوالي منها مرتين إلى ثلاثة مرات يوميا الأسماك طبعا نتناول فيها الدجاج الرومي طبعا ويفضل اللحوم تكون مشوية أو مسلوقة الفاكة طبعا تعتبر الفاكة عشان فيها تحتوي على سكريات بتعتبر من الكربوهيدرات عددها من 2 لأربع مرات في اليوم طبعا الثمرة نفسها عشان تؤكل أفضل من العصير وتعارفين العصير ممكن تراتها أربع ثمرات تعطيني حصة واحدة لكن يفضل أكل الثمرة كاملة تحتوي على الياب زي البرتقال الجريفروت اليوسفي وأفضل أبتعد تماما عن العصائر المحلة أبتعد تماما على العصائر المحلة الخضروات طبعا أخذ منها زيادة عن الفواكه هناك أخذنا من 2 إلى 4 مرات هنا أخذ من 3 إلى 5 مرات ويفضل تكون الخضروات الورقية اللي هي وردها أخضر أو اللونها أصفر زي البروكلي الجزر الفلفل ودائما تكون دائما نعتمد عليها تكون طازجة ومهم جمدة أنا شويات قلنا اللي هي تأخذ القاعدة وفي دائما في الهرم سواء كان الصحة أو للإنسان الصحيح أو إنسان المريض دائما نهتم بالقاعدة يليها إلا في يليها ثم يليها والقمة اللي هي تقولنا الدهون اللي دائما تكون شوية مهملة أنا شويات طبعا تحتوي على الخبز والحبوب والمكارونة والخضروات البطاطس البطاطا البازيلا الدرة طبعا نعطي لمريض السكر من 6 إلى 8 مرات يوميا من النشويات طبعا نابد كلامنا عن نشاط رياضي 3 إلى 4 مرات يوميا وإذا قدرت يوميا نص ساعة إلى ساعة مرة ممتاز مرة ممتاز أقل من السرس والضغوط النفسية ليه؟ لأنه ساعات السرس والضغوط النفسية هي تكون السبب السكري بسبب تكوين الجذور الحرة وهذه الجذور الحرة تهاجم الخلايا الطبيعية وبالتالي تسبب الأمراض اللي هي اللي تحدث فجأة أبعد السرس الضغوط الزعل الحزن أي أخبار يعني مو كويسة ترى في ناس ترى يا جماعة يكونوا طبيعيين ويصاوا بخبر سيء وقد يصاوا بالسكر أو يكون نام وزعلان وصحي ومع سكر هذه كلها تلعب فيها من نوع الضغوط النفسية وتأثيرها على تكوين الجذور الحرة وهذه الجذور الحرة سبحان الله ربي خالقها عشان نتخلص من بعض الأشياء اللي هي مهي كويسة في جسمنا لكن ساعات هي تكون مهي كويسة فتهاجم الخلايا الطبيعية عشان تحافظ على اتزالها ويمكن أنا قلت في أكثر من محاضرة يعني تأثيرات الجذور الحرة ثالث شيء أن أقص وزني لابد عشان أكون مريض سكر وخاصة سكري من النوع الثاني الغير مؤتمد على الأنسولين أنا قص وزني أنا قص وزني من 10 إلى 20% من وزن جسم وكثير من الناس اللي عندهم سكر يختفي تماما عندهم السكر بسبب تخبيضهم وزنهم طبعا استبدل المنتجات الحيوانية بالكربوهيدرات الغنية بالألياف كثير من الناس استغنوا عن جرعات خفيفة من الأنسولين ويمكن حتى في دراسات أظهرت اللي هو رجيم الكيتو أنه خفض يعني مستوى السكر ونقوط هذه الدايتات أو الرجيم الرجيمات أو الأنظمة إلى مفيدة يعني لفترات بسيطة لكن لا تعتبر كنظام حياة لأنها مرتبطة ارتباط مباشر بارتفاع الدهون في الدم وامراض القلب طبعا عندنا فيه شيء الألياف القابلة للدوبان طبعا هذه الألياف مهمة جدا بتخفض احتياجي أيضا من المسولين وتخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية وتساعد على الجسم يشعر بالشبع حس نفسه وهذه نشوفها دائما في الكورنفليكس أو اللي هي الشوفان اللي هو القمح بقشوره كلها تكون من الألياف اللي هي ذائمة وتعطينا شعور بالشبع والامتلاء طبعا أثرت بعض الدراسات لأن البقوليات جميعا وعلى البقوليات مهمة جدا ومن الأغذية المناسبة لمنضى السكر لأنه عملية هضمها وامتصاصها في الدم يتم ببطء أهم شيء عندنا أنه الغذاء لنأكله لما الأهضمه ويمتص يأخذ وقت أقل يأخذ وقت أقل في أن يرفع السكر يأخذ وقت أقل في أن يرفع السكر والدراسات زي ما قلت لكم أثبتت أن البقوليات بتقلل من نسب السكر المرتفعة وتخفف من مضاعفات المرض واللافت أنه ذا السكري ما هو شائع في أفريقيا والهند عشان البقوليات هي أساس أكلهم طبعا تعرفين ليش في الهند وأفريقيا الهند يأخذ تجاه الديني في الفيجتيري والفيجي أو الناس النباتيين وأفريقيا بسبب يعني الجوع والفقر الله يربي ارفع عنهم كل الأضر طبعا الغذاء المثال لما يضع السكر لابد أن يكون قليل الدهون مريض السكر قلنا يأثر ويضرب على إيش على أشياء مرة كثيرة ومن ضمنها الجهاز الدوري الدموي فيكون الإنسان معرض للإصابة بارتفاع دهون الدم وأمراض القلب أثبتت الدراسات كثيرة لأنه مريض السكر وخاصة في تناول الدهون بعض المتحول أو الدهون المشبعة أثبت علاقتها بارتفاع في ضغط الدم وأيضا في الإصابة بأمراض القلب عندي المواشر الجليسيمي ياسوها إيش هو المواشر الجليسيمي تردت قلتين نوفالكتين أو تقولي المواشر الجليسيمي أو جي آي هات الجي آي تشوفوه في البطاقة الغذائية عنظم الجي آي توجد في البطاقة الغذائية لأي منتجات خاصة بمرض السكر يعني يعني إيش المواشر الجليسيمي أو الجي آي هو قياس لمدى سرعة الطعام المتناول الأكل اللي أنا بأكله عشان يرفع لي بسرعة لمستوى الدم يرفع لي بسرعة مستوى الجليكوس في الدم ويدونه مقياس من صفر إلى مية من صفر إلى مية فحنلاحظ أنه دائما للسكريات مية تسعين تمانين أما الألياف البقوليات البروتينات دائما تلاقيها أقرب من المنتصف في الانخفاض فطبعا الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة السكريات كلها ترفع السكر مواشر الجليسيمي عندها مرة عالي وهنا ذكرت على سبيل المثال الناس اللي بيمارسو رياط الجري أو الوث لمسافات طويلة ياخدوا مؤشر الجليسيمي المرتفع لأنه محتاجين طاقة محتاجين يرفع سرعة الجليكوس في الدم فياخدوا اللي هي الأطعمة ذات المؤشر الجليسيمي اللي هو المرتفع بشكل عام رقم المؤشر الجليسيمي قلت أنا أبدأ من الصفر وانتهي لمية حيقسم لي العناصر الغذائية عشان كده أنا قلت أنا حطت الحرم الغذائي وقلت لمريض السكر تمام وجد قلت لكم كل شيء قديش ياخد تحت ستة لتمانية تمام الفواكه اثنين لأربعة خضروات ثلاثة لأربعة تمام الحليب ومنتجاته والبروتينات أيضا من ثلاثة لأربعة والدهون كميات قليلة هذا بالاسمه لمريض السكر اختار هو ما بينها زي ما ابغى على حسب المؤشر القليسيمي فصنفت الأطعمة أطعمة منخفضة المؤشر القليسيمي أقل من 55 متوسطة المؤشر القليسيمي من 55 ل70 عالية أو متفعة المؤشر القليسيمي اللي هو أكتر من 70 اللي هو أكتر من 70 يعني أنت يا سوهة بتقولي إنه الخمسين هذا في النص تمام إلى فوق 100 إلى تحت صفر 55 ونازل منخفضة 55 وشوي ل70 متوسطة من 70 وفوق هيكون مرتفعة ممكن يكتر الشريحة عشان هذا يعتبر مرجع لنا في كون هل هذا مرتفع في المؤشر القليسيمي أو منخفض في المؤشر القليسيمي لما يقول لك الطبيب أو خصائي التغذية أو استشارة التغذية خذ أطعمة منخفضة في المؤشر القليسيمي على طول تعرف إنها 55 وأقل متوسطة 55 ل70 عالية من 70 إلى فوق هذه الجي آية المنخفضة حننجي نشوف المتوسطة الجي آي والمرتفعة الجي آي نشوف من 56 إلى 69 خبز شوفان ربز أسمر رز بري بسمتي الكسكسي وغيره أطعمة ذات مؤشر قليسيمي أعلى من 70 خبز أبيض هللاحظ الخبز الأبيض على طول الناس بالفعل مريض السكر دائما عشان سبحان الله محروم من السكر فدائما يبغى الأشياء اللي هي السكرية ويحب دائما الرز الأبيض ويحب دائما اللي هو الرز والخبز الأبيض المسكويتات كعكة الرز الفشار البطيق الناس كلها هذه تعتبر مرتفعة في الجي آي الخبز نفسه الخبز نفسه يتقسم الجي آي بالنسبة له ففي نفس الخبز الجي آي منخفض وجي آي متوسط وجي آي عالي الخبز المصنوع من الحبوب والعجين المتخمر والتورتيلة كلها تعتبر منخفض المتوسط خبز العربي الأبيض خبز اللبناني الشباتي خبز بذور الكتان أما العالي خبز المصنوع المطحين الأبيض الخبز الأبيض واختلط طبعا الخبز اللي هو البلدي طبعا هنا برضو ممكن تصور الشاشة للجدول يوضح المؤشر الجليسيمي الأطعمة اللي هي 55 وبرضو من 56 وفوق 70 وحنلاحظ اللي هي المنخفض لو لاحظنا البطاطا الحلوة الذرة أنواع الفواكه والخضروات الغير النشوية الحليب واللبن وهنا عندنا البقوليات والموز والشمندر والحبوب الكاملة والأرز والشوفان وعندنا في آخر شيء اللي هو الجليسيم مرتفع عشان كده سبحان الله لما نحن ننصون وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ناخذ اللي هو التمر أو اللي هو الرطب لأن الجليسيم موشي الجليسيم مرتفع فالإنسان يكون هابط المخ ما ياخذ الجليكوز إلا في صورة جليكوز فلما ناخذ سكر في صورة تمر أو رطب فارتفع بسرعة الجليكوز ويستخدمه كوقود اللي هو الدماغ عشان يبدأ يستعيد علاماته الحيوية وهذا بالضبط اللي بيصير عند انخفاض السكر في الدم لما إنسان يجيه نوعيبوبة انخفاض فيشعر بالهديان العرق يخرج العرق حتى من يدينه ومن رأسه ومن جميع جزاء جسمه ويبدأ يشعر بي عدم القدرة على الحركة وبالتالي على طول مجرد إنه واحد تنخفض عند السكر وعرضونه مريض سكر وإنه عنده منخفض السكر حتى يبدأ والعياده بالله يظهر يعني زي اللي هي السوائلة والرغاوية من فمه على طول ملعقة عسل أو بيبسي أو سيبن أب أو أي شيء عالي السعرات أو الحلق مويا وسكر وأبدأ أعطيله جرعات بسيطة حتى يرتفع ويكون مؤشر الجليسيميا حقه مرتفع أيضا هذه ممكن نصور الشاشة لأنواع الأغذية المختلفة اللي هي من صفر لخمسة وخمسين ستة وخمسين تسعة وستين وسبعين وأكثر ونفسها هي الجدول السابق ذكره تغذية مريض السكر طبعا اعتمد على قلنا اعتمد على الخضرات والفواكه البقوليات والخضروات الخضراء فعندي البرتقال البرقوق الأفوكادو طبعا الأفوكادو جدا يعني أنا أقول مثل الثمر السحرية بالضبط التمر بس التمر يرفع السكر بسرعة لكن أفوكادو تعتبر صديقة لمريض السكر التفاح الجوافة الكيوي التوت الجريفروت أيضا الكرز والكمثرة وكلها لها فوائد سبحان الله دعم أن يقول واحد يلون حياته يجمل حياته يجعل حياته جميلة ب أنه يجمل الطبق كده بالألوان الجميلة إلى قلبه طبعا عندنا نظام غذائي محسوب السعرات سويته أنا لسكر مريض سكر بدين وزنه أعلى من 80 كيلوغرام وطوله 170 طبعا نحتاج أنه فقط 10 كيلوغرام زلحة فطوله غدا وعشا ولو لاحظنا لو كده ما نقدر نعتمد على الوقوليات البروتينات وأيضا طبعا سواء كان رغيف أو خبز يفصلت تكون بنية وتكون من الشوفان وغيرها هذه أيضا نظام ممكن تكبتشروه بس مطبقوا يعني زي ما قلت لكم كل واحد يعني يختلف على الآخر هل لاحظ لاحظ أنه وزن مثالي هذا 60 أو 70 كيلوغرام طوله 165 إلى 170 سنتيمتر ونشاطه متوسط فطور وغدا وعشا طبعا المريض السكر يفضل أن يأخذ ستة وجبات ستة وجبات ثلاثة وجبات رئيسية وثلاثة وجبات اللي هي مينية هذا أيضا نظام غذائي مناسب لمرض السكر نحيف أقل من 70 كيلوغرام هنا حاولنا نديله مهلبية المهلبية مو من الرز لا قمح وحليب وملعقتين سكر ما في مانع أن نستخدم السكر طالب أنه وزنه طبيعي وقدرت أعمل كنترول للسكر وأعطي له اللي هو السمك أو الدجاج بيض طبعا ما أخذت مكتوب مهلبية اثنين بيض أو 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 معناها أنه ممكن أعمل بدائل بينها طيبسها في أخطاء مرة شائعة في تغذية مريض السكر يقولوا كثير ناس أنه العسل والعسل شفاء والعسل أنا ما نضد أنه العسل شفاء وخاصة ده كان عسل طبيعي وأنا عارف مصدره جاي من النحل أو غيره في سؤال جاني يمكن في تويتر يضحك أنه إذا العسل جاي من السكر يعني النحلة أكلت ماء وسكر هل السكر يرفع يعني العسل حقها يرفع السكر ولا لا العسل واحد تغذت على برسيم تغذت على زهرة برسيم تغذت على موية وسكر تغذت على زهرة شعير تغذت على أي زهرة إن كانت اللهاية سكر يعتمد على تحليل مكونات السكر نفسها لكن السكر كسكر أبيض يعتبر خطير على مريض السكر ما لم يكون هو عامل توازن عشان كده في دحين ستيفيا في عندنا يعني مخليات أخرى طبيعية وليس صناعية أنا ضد السكرين السكرامات الأشياء التانية السوربيتول الأشياء دي كلها العسل شفاء صح وما في أي مشكلة لكن ما يعانيش سكر ما يعانيش سكر يحتوي على نسبة جيليكوترا وح من 20 إلى 34% ونسبة من الفركتوز برضو نفس الشيء والسكر يرتفع تماما لو أخذنا عسل أو أخذنا سكر أبيض فحتى لو عرفت إنه جاي من النحلة وجابته أنا من المنحل بيرفع السكر لكن ممكن أخذه باعتدال قالوا الخبز المحمص والخبز لما نقارن بين المحمص والعادي أقل وبالتالي إن الخبز المحمص ما يربع السكر التحميص فقط يسحب الموية لكن السعرات وحدة السعرات وحدة يا جماعة لاحد يفكر ترى السعرات وحدة السعرات وحدة يعني لو أنا أجيب من مصدر كربوهيدرات ومصدر كربوهيدرات واحد قرام من الكربوهيدرات يعطيه نفس الواحد قرام من الكربوهيدرات خبز المحمص زي الخبز العادي لكن بس منزوع منه موية الخطأ التالت إنه يمنع أكل الأرز ويمكن يستبداله بالبرغر وهذا غير صحيح يعتمد على تنظيم نفس نوعية الأكل ما قدر أكل برغر يجمع كل يوم ممكن مرة رز مرة مكرونة مرة برغر مرة شوفان مرة يعني أنوع لكن أنا معتبدأ الخرب غبز الأبيض والعلمكم أنا كثير من الناس اللي يجوني يحبون الرز الأبيض يعني أساسي في الوجبة وهذا غلط لا بد أن أعمل تنويع من البدائل الخطأ الرابع إنه لما استخدم الفواكه الحامضة الحامضية زي العنب المحاصر من اللي هو مرة حامض الجريفروت أو الفواكه لما تكون ناضجة ما يضرب مرض السكر بل إنه مفيد السكر وحدة سواء كان الفواكه ناضجة أو غير ناضية وحدة الخطأ الخامس إنه مهم في الحمية ينحصر في إنه بتعدي الحلويات خلط بتعدي الحلويات صح حط نقطة عندها ونبدأ سطر الجديد السطر الجديد إنه 1 قرام من الحلويات يعطيني 4 سعر 1 قرام من فاكه يعطيني 4 سعر وحدة لكن أنا ما حأخذ 1 قرام من الحلويات ولا حأخذ واحد ما حأخذ قطعة ربع بقلاوة أو أخذ حبتين بقلاوة لا ما شاء الله الناس لما يبدأوا يأكلوا يأكلوا حتى في شوكولاتة لكن أنا أعتمد على الكم والكيف والنوعية فلما أخذ السعرات من فاكهة غير ما أخذها من بقلاوة أو بسبوسة أو كنافة صحيح أنه يطعم دائما أنا أقول أنا ما المثالية لكن الوسطية الإنسان يفكر في أنه بيحافظ على جسمه في نعمة الصحة لربنا أعطانا هي في إيش؟ أني أنا ما أحتاج لمخلوم لمن أكبر يساعدني ما أبغى الناس يتأففوا مني ما أبغى الناس يتضايبوا مني صحيح أنه ما أنا ضايق من أهالينا أو غيره لكن نعمة الصحة هذه نعمة لا يسويها أي نعمة فلوس تروح العمر بيفنى لكن الصحة تبقى وهذه هي يعني لما يكون عندنا تطقيق صحي أعرف إيش أختار أعرف إيش أكل أعرف بإيش الأكل هذا حيفيدني من الأخطاء الأخرى أيضا هو خطأ السادس أنه تحية السكرين مضرة له علاقة هو يعني أثبت الدراسات له علاقة ببعض الأمراض وخاصة السرطان لكن أنا أقول سكرين السكلمات السوربيتول الأشياء دي كلها نبعد قد ما نقدر عنها ونقدحين لستيبيا كمصدر طبيعي وبرضو ما نزود منه يعني أفضل أن أشرب شاهي أو قهوة بدون مضافات أو محليات صناعية أو نص محلي يعني صناعية أو نص طبيعية ولا أأخذ يعني أجيب محليات اللي هي غير طبيعية لأنه غير طبيعي مهما كان قد أضيف لي مادية كيميائية وغيرها خطأ السابع أنه زيت الدرة بالنسبة لأنه السكر لا يزيد للوزن زيت الدرة زي السمن زي الزبدة كلها فس الفرق بينه هنا شيء مشبع وشيء غير مشبع هذا الغير مشبع وهي الزيوت النباتية والمشبع الدهون الحيوانية أو الزيوت السائلة تعتبر غير مشبعة والصلبة تعتبر مشبعة وداماً المشبعة تبطت بأمراض القلب وصلبة الشرايين سعراتها وحدة واحد قرام من الزبدة يعطيني تسعة سعر واحد قرام من زيت الزيتون يعطيني تسعة سعر وحدة لكن هي اختلافها فيها طبعاً هذا برضو اقتراح نظام غذائي لمريض السكر مع سمنة هذه 1200 سعر حراري وموجود عندنا اللي هي الفطور والغداء والعشاء وما بين الوجبات وهنا قسمنا السعرات 50% كربوهيدرات نصف سعرات يأخذها من الكربوهيدرات 20% أخذها من البروتينات 30% أخذها من الدهون كذا نكون إن شاء الله خلصنا المحاضرة إن شاء الله تكون محاضرة سهلة محاضرة يعني وصلت لقلوبكم تكون بسيطة حاولت أني بسيطها قد ما أقدر ولا هي أنتم عارفين الأمراض معقدة إن كنت بحساب في تويتر موجود عندنا هنا في تيليجرام وفي الإستيجرام وفيه لهو سناب شات أتمنى إن شاء الله يكون وضحت لكم ولا وجوز إياه بسيطة أحاول قد ما أقدر تكون معلومات تكون بسيطة سهلة لكل الناس عشان يفهموها وربنا إن شاء الله انفعنا بما علمنا ونجعلنا إن شاء الله زكاة لعلمنا وإن شاء الله بإذن الله تكون محاضرة يعني جميلة على قلوبكم وأكون حضوري برضو حضور خفيفة على قلوبكم أتمنى لكم إن شاء الله الصحة والسعادة أتمنى لكم إن شاء الله راحة البال وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في حياتكم شاكرة ومقدرة لكل من قام بإنجاح هذه الأمحاضرة ولجمعية السكر السعودية تورسوها على المحاضرة الرائعة ما شاء الله المعلومات ترغبتها بطريقة مبسطة جدا كل الحضور بشكريك وكل الدعوات الطيبة لكم ربنا يتقبل إن شاء الله جزاك كل الخير الدكتورة أهلا وسهلا نبتدي حيوة نبتدي الأسئلة يا دكتورة أي تفضني طيب قبل ما نبتدي في تنويل حرصا من جمعية السكر السعودية الخيرية على تقديم الدعم المستمر للمصابين بداية السكري فإن الجمعية توفر الأجهزة المختلفة لقياس لسبة السكر بالدم للأطفال والكبار فمن يرقب في الحصول على الجهاز الرجاء التواصل على الرقم الآتي موجود الرقم على الشات اللي هو 05 37 33 73 11 ونبتدي أول سؤال أي المستقبلات على الخلية التي تقل عند السمنة؟ المستقبلات التي تقل عند السمنة هي مستقبلات الأنسلين المفروض تكون موجودة زي ما قلنا القفل على الأنسلين فالمستقبلات لما تقل بسبب زيادة المساحة السطحية حقا الخلية فبدل ما تكون في الخلية العادية عشرين ستكون في خلية مصابة بالسمنة خمسة وبالتالي تقل مستقبلات الأنسلين وبتقل حساسية اللي هي الخلايا لاستقبال الأنسلين وبالتالي يدخل الجليكوز ما هي الفواكه التي يفضل التغليل منها لمريض السكري؟ كل الخلايا الفواكه اللي قلنا ترفع الجي آي وذكرتها أنا عادة المانغو الخلايا الفواكه اللي تكون حلاها جدا مرتفعة حتى الموز اللي ما يكون مستوي مرة تكلم نسبة السكريات تحولت فيها من كربوهايدرات معقدة إلى سكريات فمفروض قد ما نقدر أي يعني كربوهايدرات تكون في صورة سكريات في الفواكه مفروض الابتعاد عنها طبعا قليلة هي الفواكه التي تكون حلاها مرة مرتفعة لكن التمور بأنواعها المانغا برضو زي ما قلنا الموز في حالة اللي هو النج المستمر الكيوي برضو اللي تكون في حالة نج عالي ما هي طرق زيادة الوزن لمرضى السكري؟ إن شاء الله يوم الأربعان نجاوب على السؤال ده إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله لأنه مطريقة واحدة هي عدد طرق ألقاكم عشان أعملكم شوية حماس كده على الربوع تجو كلكم بإذن الله تعالى نفسه يسأل يقول ما هو أفضل جدول لتغذية مريض السكر النحيف كمان يوم الأربعان شاء الله يوم الأربعان إن شاء الله نأخذ عدة نظام ونظامين لمريض السكر النحيف إن شاء الله هل الحبحة بمناسب أم لا لمرضى السكري؟ الحبحة بمناسب لكن زي ما أقولنا مو يعني أخذ حبحة بوحدة لها يعني مجرد قطعتين 23-30 جرام بالكتير مناسب لأنه برضو الحبحة بيحتوي على ألياف يحتوي على سواء النسبة السكريات فيها برضو جي آي حدتها غير متفعة لكن لا ضرر ولا ضرر دائما أنا أقول حتى في التمر يا جماعة حتى في المنقا ما فيها شيء أخذ قطعة أو قطعتين بس عن نفسي لكن مو شرطي أنا أزود الكمية لأنه هي يعني الوسطية مطلوبة في كل شيء حتى في نظام الدايت في اللي واحد بيخفض وزنه هي الشيء الوحيد الحسنة الوحيدة في النحافة أن يقدر بأكل بدون حساب ولا يعني نقول بدون ما أحسبها لكن الباقي لا بد أن يكون فيه نوع معتدال حتى الإنسان الطبيعي ما بإنسان طبيعي يوصل الوزن الطبيعي وهو ما ضحب شيء فأنا أقول لا ضرر ولا ضرار والوسطية مطلوبة في كل شيء أختار النوعية والكمية نقولنا والجودة في الغذاء هل ممكن أن تسبب النحافة مرضى السكري؟ النحافة ما تسبب مرضى السكري لذا كان فيه عام الوراثي النحافة كنحافة ما تسبب مرضى السكري لكن لا قدر الله صارت عملية ضرر البكرياس في إفراز الأنسولين صارت عندي مشكلة وراثية يعني ممكن يكون واحد نحاف وأم وأبوه مصابين بالسكر أم وأبوه مع بعض مصابين بالسكر ويصاب بالسكر ممكن يكون نحاف ويدخن تعرض لسترس زي الدخان الدخان سبب من أسباب الإصابة بمرضى السكر لنضعك الخلايا هل الدهون تأثير مباشر على رفع مستوى السكر في الدم؟ الدهون لها تأثير مباشر ليش؟ نحن نقول إن الدهون السكر لما يزيد عن يعني السعرات لما بتزيد عن احتياجي بيتخزن في صورة الجلسات الثلاثية فلما يعني هذه ميكانيكية معينة لما الجسم يحتاج لحرق السكر أو يحتاج لكميات من السكر في عملية تصنع في الجسم أو ربنا سبحان الله سبحانه وتعالى يعني يخليها التي هي عملية تحويل السكر من مصادر غير كربوهيدراتية فيبدأ يكون السكر من مخازن الدهون فكل التنين مرتبطين مع بعض السكر يؤدي الارتفاع في دهون الدم الارتفاع في الدهون الدم تؤدي الاصاب بالسكر بيسبسونا وقلنا لأن الدهون لما تتخزن تتخزن في الخلايا الدهنية البدنية وبالتالي بتزيد زي ما قلنا حجمها بتقل المستقبلات عليها يصاب الإنسان لمرض السكر لو مريض السكر سكري ومرتفع ويبقى ينزل السكر بسرعة إيش نعطيه غير الماء غير الآيه الماء مريض السكر إذا سكر ومرتفع لابد يأخذ أنسولين أو يأخذ المنظم للسكر للغولوكوفاجو وأنواعها المختلفة طبعا لها مسميات مختلفة حسب الشركات ارتفع السكر تعارفين ومرض السكر مضخة وبيضخها من السكر والآن دحين حتى فيه مضحين مضخة تنزرع تحت الجلد وتبين إذا كان السكر منخفض ومرتفع إذا كان السكر عنده ارتفع لابد يأخذ العلاج إذا كان يقدر يعني يمشي أو يتحرك موكبأ كبير في السن يمارس بعض الرياضة المشي البسيطة ويحاول يهدى لأنه لو فكر أن السكر مرتفع حتى السكر مرتفع وهذا يمكن حالا في الحالات اللي أنا يعني تابعتني أنه كانت مجرد أنها تفكر أن السكر مرتفع حقا يرتفع السكر لأنه مرتبط تماما السكر بالحالة النفسية والإجهاد كيف أحسب جرعة الأنسلين لشخص يأخذ كاربوهايدريتات عالية جرعة الأنسلين ما أقدر أتكلم فيها لأن كل مصاب بمرض سكر يحسب له جرعة الأنسلين مختلفة هذا الطبيب أو استشاري التغذية طوله وزنه مشاطه مجهوده كمية الكاربو اللي بيأخذها في اليوم يحسب له كمية الأنسلين بيأخذ وحدة وحدتين أنسلين صافي معكر يأخذ اللي هو زي الفيشكوزا اللي هو اللي تكون معبأة جاهزة هل حسب كل واحد ما أقدر أصراحة يعني هذه فيها رزق مرة أنه يقول والله خده وحدة أو وحدتين هذه التعتمد طبعا الطول والوزن والمجهود وغيره فالطبيب أو استشاري التغذية هو اللي يحدد على نسبة الكاربوهايدرات اللي بيأخذها حتى يحسب له نسبة الكاربوهايدرات بتأخذ 50% كاربوهايدرات هتأخذ وحدتين وحدتين بعد الغدا وحدة في العشاء في ناس ترى وحدة العشاء ما يستغنوا عنها تماما يعتمدوا على ثلاثة وحدات في الغدا فتفرق أعتدر عن إجابة على هذا السؤال لأنه زي ما أقول لكم كل حتى في الدايت أنا ما أقدر أوصف دايت لو إلا بالمواصلات المختلفة تماما عشان أحسب الطاقة أنا أحسب قديش احتياج من الكاربوهايدرات يوميا موعد المحاضرة هنا بيقول لك يا دكتورة صفاء على يوم الأربعاء إن شاء الله سمعوا بإذن الله هل يكون هناك إعلان تماما الإعلان جاهز إن شاء الله بنزلوا على حساب الجمعية بتويتر إن شاء الله تدرقوا الروابط المحاضرة الساعة 7 مساء إن شاء الله يوم الأربعاء هل مرتبط مرض السكر بسرطان الدم طيب لا طبعا أبدا ما في ارتباط أبدا بالسكر بسرطان الدم سرطان الدم والعياذ بالله يعني مرض ممكن يكون ناتج عن بعض يعني نقول الفيروسات ممكن يكون ناتج عن بعض اللي هو الانتيبادز عجساء مضادة ممكن تكون ناتج عن وراثة وراثة أم أو أب أو اجداد وغيرها فلا مريض السكر بعيد تمام صابب سرطان الدم يعني ما في علاقة بينهم دكتور يطلبوا حسابك حق تويتر إذا ممكن تجيب الإسلايض فيها كل حساباتك أيها فيها كل حساباتي صح طيب بس رجع الإسلايض رجعنا رجع الإسلايض قبل بس لكل اللي بسألوا من الحسابات الدكتورة سوها هاشم عبدالجوات موجودة على الشاشة تويتر وتليجرام وإستيجرام آخر شيء دكتورة نصيحة أخيرة لكل مرضى السكري نصيحة أخيرة وممكن قلتها نصيحة أولى برضو أنا ما أقول حتى مريض سكر أو مريض ضغط أو مريض قلب المرض وجود علة الوهم نصف العلة نحن صحيحين طالما نعبد الله سبحانه وتعالى طالما نحن نمشي على رجولنا طالما نحن قادرين نقضي حوائجنا بنفسنا مريض السكر أو إنسان نحن نقول ناس سكريين حلوين جميلين أو ناس مضغوطين عندهم ضغط أو مرض قلبه وغيره اهتموا أول شيء بالصحة النفسية حبوا نفسكم اهتموا بنفسكم لا تهتموا ارتفع السكر نخفضوا السكر نحسبها بمقياس قلنا طبيب يعني المريض حق السكر هو طبيب نفسه وكل إنسان هو طبيب نفسه أعرف كيف أتعامل مع نقول النعمة اللي رب أعطاني هي وهي السكر بأني أوازن في أكلي أوازن في شربي أوازن في نومي أوازن في علاقتي طبعا قبل ده كله مع الله سبحانه وتعالى مع الناس أعطي وبلا حدود وإن شاء الله بإذن الله أتعد عن الإجهاد التوتر لا تحزن لا تغضب هذه كلنا الوصايا اللي أخذناها قد ما نقدر نتعايش مع أنا أقول دائما النعمة اللي رب أعطاني هي عشان أتعايش لابد أني أرضى الرضا والرضا والرضا والقناعة ونعرف أنه ما حد ينتهي يعني في حياته إلا في يومه كثير ناس مرضى بأمراض كثيرة وما توفوا وفيه نسان يعبر الشعر وتجارع وتجيل سيارة وسبحان الله ينتهي يومه فنقول الرضا والرضا والقناعة بما قدر الله لنا نحافظ على نفسنا نم كويس ناكل كويس نشرب كويس نهتم بنوعية أكلنا بجودة أكلنا بكميات الأكل حقتنا وإن شاء الله بإذن الله نحن إلى خير وقلنا الوهم نصل للمرض ما نتوهم عشان يعني ونتعايش مع المرض كأنه صديق لنا بحيث أنه نقول الحمد لله على كل حال وشافعنا الله وشافاكم من كل أمراض الدنيا ربنا يوفقنا ويوفقكم ويحمينا ويحميكم ويحفظكم إن شاء الله بصحتكم وبسعادة ورقي إن شاء الله شاكرا لكم واتمنى إن شاء الله تحضروا معنا الدورة القادمة إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله في كيف الرعاية الغذائية لمريض النحاف شكرا لكم وألقاكم على خير وتصبحون على خير وشكرا لإطراء الرائع هذا اللي تحبتموني في يعني صراحة يعني أنا أقول نقدم الأفضل بدعمكم لنا إن شاء الله شكرا لكم دكتورة صفاء شكرا لجمعية شكرا لستاذ عبد العزيز شكرا لكل القائمين اللطفاء اللي زيك وأكثر دكتورة صفاء شكرا لكم وألقاكم إن شاء الله على خير ودمتم بصحة وعافية وتصبحوا على خير إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم نعم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم